نروح بقى الخبر تاني مهم شغل ناس كتير النهاردة وهو المشكلة اللي اتعرضت لها مصر للطيران النهاردة رحلة مصر للطيران كان جاي من نيويورك وسلطات مطار القاهرة بتقول انها سمحت لركاب الطيارة وهم عددهم 286 راكب هم يخرجوا من الدائرة الجمهورية بعد ما تأكدوا من سلامتهم وعدم اصابة اي حد منهم بسوء وكمان اتكلمت الاطقم الطبية انها اجرت الفحصات اللازمة ليهم بعد ما تعرضت الطيارة لمطب هوائي وهبوط مفاجئ قالت واحدة من الركاب النهاردة لليوم السابع انه بعد اقلاع الطيارة من نيويورك بحوالي 90 دقيقة اتفاجئوا بصدمة قوية بتضرب الطيارة وده تسبب في ان الركاب استضموا بالكراسي وانه قائد الطيارة طلب من الركاب ان هما يربطوا احزمة الامان استعدادا للهبوط علشان يتفادوا المطب الهوائي وضحت الركابة انه الكابتن قائد الطيارة هبط لمدة دقيقة علشان يتفادق الموجة الهوائية وده اللي خلى بعض الركاب يصابوا بحالة من الصراخ والفزع نتيجة ضغط الهواء بعدها اعلن الكابتن عن عودة الامور لمصارها وتبين ان في عدد من الاصابات في صفوف الركاب وده نتيجة الصدمة اللي ضربت الطيارة ده غير الاثنين من الطاقم اكد مونير فوزي احد ركاب الطيارة ان الامر ما تعداش الدقائق الا ان الصدمة المفاجأة هي اللي اصابت الركاب بالرواب وبعدها قام قائد الطيارة بالهبوط واثناء ده سمعنا حسب كلام الراكب انه سمعنا البعض بينطق الشهاداتين تخوفا من انه يكون قائد الطيارة مقدرش يتحكم فيها لان الهبوط كان قوي جدا بيجو بسرعة كبيرة لدرجة ان البعض اعتقد ان الطيارة بالفعل بتسقط فيه المحيط على الناحية التانية اكد مصدر مسؤول في مصر للطيران ان الامر ده وارد حدوثه وان طيارة رئيس الوزراء الاسبق هشام انديل اتعرضت لحادث مشابه وهو راجع من السبابة وان الجيوب والمطباط الهوائية دي بتكون مفاجأة ومش ممكن التنبؤ بيها وضح ان الجيوب الهوائي المفاجئ هو ظاهرة جوية معروفة وانها نادرة الحدوث بالقوة دي ولكن تم تعامل مع الموقف بحرفية وتم تقديم الاسعافات الاولية ل 12 مصاب تعرضوا لاصابات طفيفة وضح ان جميع الطيارين في الشركة بيتلقوا التدريبات على اعلى مستوى علشان يوجهوا الحالات اللي زي دي واللي بتتطلب التركيز بشكل جيد وان هما يتخذوا قرار تفادي المطب بسرعة وان هما يحسبوا كمان المدة المقررة علشان يرجعوا مرة تانية لمصرهم الطبيعي وزير الطيران المدني حضر لمبنى الركاب رقم 3 استقبل الركاب المصابين وامر كمان بسرعة نقلهم لمستشفى قريبة من المطار وعلاجهم على نفقة مصر للطيران وطالب بالتحقيق في الواقع كمان كانت انتظار الرحلة رئيس الشركة القبضة لمصر للطيران ورئيس شركة مصر للطيران للقطوط الجوية والعديد من مسؤولي الشركة التصريحات اللي بعد كده هنقف عندها وهي تصريحات غريبة شوية لدكتور صلاح حلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قال الوزير في التصريح اللي نشرته اليوم عفوا المصر اليوم بعد قضية الفساد اللي تم كشفها مبارح في الوزارة انه مش هيتسطر على فساد حد او اي فساد لحد اخر يوم له في المنصب وقال في كلمته قدام المؤتمر الجماهيري بقرية الظهريات بالبحيرة ان الفساد بيلف ويجي نام عندي في الوزارة ولما اعترف بوجوده اصلا للحق ووضح حلال ان هيئة التعمير كانت بتتسبب في جعل المواطن اللي بيرغب في تقنين اوضاعه انه يلف في كعب داير وبتمر السنين وبتمتد المدة بتوصل لعشرين سنة من غير ما يحصل على ورقة تثبت انه اقتحن السحرة وزرعة وكمان بيه توفى من غير ما يحصل على ورقة تثبت انه استصلح الارض وزرعة تابع هيئة كلامه قال انه هيئة التعمير طناش ولا حياة لمن تنادي من الاخبار اللي خلت الناس كمان تستغرب اعلان الفنان حمدي الوزير عن انه قدم اوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية في محافظة بورسعيد عن دايرة المناخ والزهور قال الوزير في كلامه اللي نشرته المصري اليوم انه ثقتي في الله كبيرة وكمان في اهل الدايرة اللي اعترفوا بدوري الاجتماعي واللي اقدموا لبورسعيد وقال انه مصر الان تمر باضق مراحل التاريخ المصري وانه في ملحمة نسعى لاستكمالها بعد تحقيق الاستحقاق الرئاسي والدستور وانه حان الوقت لاستكمال الاستحقاق الثالث باجراء الانتخابات البرلمانية وختم كمان كلامه بالتأكيد على ان المواطن او ان الوطن بيمر بمرحلة من اهم مراحل التاريخ وان ثقته في مصر قائمة وبتعمل على تحقيق قطوات واسعة لاستعادة دورها خبر ده خل الناس تنقسم بمجموعة شايفة ان ده من حقه تماما باعتباره مواطن مصري والناخبين هما اللي يختاروا ومجموعة شايفة ان المجلس ليه معايير خاصة ولازم اللي يتقدم ليه يكون مقنع للناس انه يقدر يمثلهم اموان هي وجهة النظر دي ما هي بتؤكد وجهة النظر الاولانية برضو انه لو الناس مش مقتنعة بانه ايا كان اي مواطن يقدر يمثلهم او لا مش هينتخبوه النهاردة كمان دخلت جريدة التحرير منعطف جديد بعد ما اعلن الصحفيين في الجريدة ان هما هيبدأوا او بدأوا اعتصام مفتوح جوا مقر الجريدة واشاروا الى ان في وفد من نقابة الصحفيين متواجد دلوقتي جوا مقر الاعتصام علشان يدعمهم ويعلنوا تأييد النقابة للاعتصام وضح الصحفيين حسب تصريحاتهم لجريدة البوابة انهم اتصروا بالشرطة علشان يحرروا محاضر اثبات حالة جوا مقر الاعتصام وانه تعم تأسيم الزملاء الى مجموعات للتواجد بشكل دائم داخل الاعتصام واكدوا انهم متمسكين بمطالبهم المشروعة واللي بتتمثل في عدم اغلاق الاصدار الورقي لجريدة التحرير والاستمرار في الاصدار باي شكل من الاشكال سواء كان بشكل اسبوعي او شهري وده حفاظا على حقوق الزملاء المعينين وغير المعينين خبر تاني برضو متعلق بالصحافة هو تطور نوعي مهم وجديد في صناعة الاعلام في مصر وبيتصق مع ما يحدث في جريدة التحرير بشكل او باخر يعني جريدة المقال اللي بيرأس تحريرها الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى اطلقت النهاردة موقعها الالكتروني ومعها العدد رقم 205 من الصحيفة المخصصة كليا لصحافة الرأي وبتحتاج قراءة الصحيفة او الاطلاع على المواد اللي فيها انك تدفع اشتراك شهري او ربع او نص سنوي او سنوي كمان بيتطلب الاطلاع على المواد السابقة ان حضرتك تدفع اشتراك منفصل وحطت المقال تسعيرة للاشتراكات بالدولار الامريكي ومش بس ده الغريب بصراحة الغريب كمان ان قيمة الاشتراك وصلت لحوالي ضعفين النسخة المطبوعة اللي بتتبيع بجنيه واحد في حين بتبلغ قيمة الاشتراك الشهري للنسخة الالكترونية 12 دولار يعني حوالي 90 جنيه يعني العدد الواحد على الموقع اللي مفترض ان هو يكون ما بيكلفهمش ورق وطباعة وا 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 بيتكلفه وبيوصل تكلفته 3 جنيه عموما تجربة جديدة محتاجة تقييم من القائمين على المهنة وهنستنى الفترة الجاية علشان نشوف اذا كانت هتنجح ولا لأ الخبر اللي بعد كده وهو خبر فني مهم جدا منشور في جريدة الشروق بيقول فيه ان الفنان فتوح احمد رئيس البيت الفني للمسرح ان الفنانين نيحيا فخراني واحمد بدير ويوسف شعبان ابطال مسرحيات البيت الفني الحالية ما بيتلقوش اجور لعملهم وان اللي بيتلقوه بيكون لمساعديهم بس وقال احمد انه اتفق مع الفنانين على انهم يروحوا مصرحياتهم لجميع او بمصرحياتهم تروح كل محافظات مصر علشان تتاح الفرصة لكافة افراد الشعب علشان يشوفوا العروض المصرحية لانه من حق المصريين في المحافظات انهم يشوفوا فنانيهم ومن حقهم كدفع ضرائب زي ابناء العاصمة واكد ان مصرحية الفنان يحيا الفخراني ليلة من الف ليلة مكتملة العدد للاسبوعين اللي جايين كمان مصرحية الفنان احمد بدير كانت مكتسحة العروض في الاسكندرية وقال انه اشار الى انه خشبة المصرح بتستعيد عفيتها مرة تاني لفت الى انه البيت الفني بيستعد لعدة عروض اخرى خلال الفترة المقبلة كلام مهم جدا واهميته انها بتخلي حضرتك وانت بتابع الكلام ده وبتقراه وخاصة كمان لو كان لك الحظ انك دخلت مصرحية من المصرحيات دي وشفت ازاي انها بتكون كاملة العدد بالفعل طيب مين صاحب خرافة انه الجمهور عايز كده الجمهورة هو لما بيتقدم له فن راقي وفن يعني مؤثر وفن لغرد بيروح ويحضر يعني مصرحية زي مصرحية الفنان الكبير يحيى الفخراني وهي مصرحية يعني شعرية مصرحية افيها مشاهد كوميودية ولا محاة كوميودية وهي مصرحية فيها شعر يعني ان حضرتك بتفرج على الف ليلا وليلا وهي انها كمان من تأليف الشعر الراحل شعر كبير برامة تونسي فالمصرحية بشكل كامل بيتم تأديتها بشعر القاعة لما بتكون مكتملة العدد بالشكل ده يعني معناها ان الناس عندها رغبة انها تشوف عمل جاد انها تشوف ممثلين بيمثلوا ويسمعوا غنى جميل ويشوفوا عرض مصرحي ويشوفوا ملابس ويشوفوا يعني الفنان شوفنا زي انه الفنان يحيى الفخراني او الفنان احمد بدير او يعني انهم ازاي بيستغنوا او بي يعني ما بيردوش ياخدوا اجرهم علشان يشجعوا المصرح وشوفتك كمان المواطن على الجانب الاخر المواطن التاني المواطن من ناحيته هو كمان بيروح وبيجري وراه وكمان تحقق ارادة عادي وكمان ترجع تاني ترفع شعار المصرح حضرتك بتروح المصرح القومي وتشوف ازاي القاعات القديمة والنظافة اللي فيها وبعد تجددها وتفتكر غصبا عنك واليفطة اللي موجودة فوق وانما الامم والاخلاق تحس انك فعلا بتحضر حاجة قديمة وبتشوف فن راقي شيء الحياة مشجع ويفرح انه فن المصرح يرجع لنا مرة تانية والفن الراقي يرجع لنا مرة تانية بالشكل ده خلونا نروح للخبر اللي بعد كده وهو خبر رياضي والتشابه بين لاعب سبورتين بشبونة محمود عبد الرازق شيكابالا ونجم اسي ميلان الايطالي ماريو بالوتيني خاصة بعد الازمة الحالية اللي حصلت بعد تراجع الزمالك عن ضم شيكابالا علشان ما حضرش المؤتمر الصحفي الى هقدو النادي لتقديمه للإعلام اول تشابه هو الموهبة الكبيرة اللي بيتمتع شيكابالا وبالوتيني بيها وخلت الجمهور يرتبط بيهم بسرعة تانية مشكلة كانت البشرة السمراء والتعرض للعنصرية من جانب جمهور الاندية المنافسة لدرجة انهم لما سألوا بالوتيني في حوار صحفي هتعمل ايه لو حد رمع على او حد من الجمهور رمع عليك قشر الموز فقال ان الامر بسيط هقتلوا دخول استجم تالت تشابه هو سرعة الاستفزاز في الملعب شيكابالا ظهر في اكتر من مناسبة بعصبية واضحة في الملعب زي الخناقة الشهيرة مع حسن شحاتة لما استبدلوا في حين كان ابرز موقف ظهر في عصبية بالوتيني لما قامت جماهير ليبربول بنامس كيتو علشان تمنعه من الاشتباك مع لاعب منشستر يونيتد التشابه الرابع مع وجود هو وجود مشاكل دائمة مع الجمهور فجماهير الزمالك هجمت أو هج يعني هجمت شيكابالا بسبب انخفاض مستوى في الداخل لانه هو يرد عليهم في اشارة منه انه مش هيلبس تاني تي شيرت نادي الزمالك اما بالو تيلي وقبل مباراة ليبربول ومنشستر يونيتد وجهت لي الجماهير هتفات مهينة فرض لهم الاهانة باشارات موسيقى اخيرا بيتشابه هما الاثنين في الابتعاد عن ممارسة اللعبة الشيكابالا مشاركش في اي مباراة بقلو اكتر من سنة ونفس الامر بالنسبة لبلو تيلي ده موضوع منشور في دوت مصر عن التشابه بين اللعبين بعد الفاصل نكمل بقى مع حضراتكم الصحافة اشتركوا في القناة